بلآن بما أنكم تأهلتم إلى المرحلة النهائية في المسابقة الدولية حدثين عن المشاركة الجزائرية هذه السنة عرف بأن الجزائريين متعودون يعني على المشاركة في مثل هذه المسابقات ما نشعر في مصرى هل هذه المرة الأولى بالنسبة لك أو لا ولكن أيضا حدثين عن المشاركة والأداء للطلبة الجزائريين في هذه السنة في مسابقة هذه السنة طيب بالنسبة لي وبالنسبة لفريقنا فهذه المرة الأولى لكن الجزائر حقيقة تاريخها عريق في البطولة الوطنية للمناظرات الجامعات في قطر فشاركت في طبعة 2019 يعني شاركت جامعتين في هذه الجامعة الجنفة وجامعتها مصر يجي في الأقواط وتحصل يعني تحصلت جامعة الأغواط عن المرتبة الثالثة في البطولة الدولية في سنة 2019 في سنة 2021 كذلك سنة شارك خريق باتنا وفريق من الجنفة وفي سنة 2024 اللي هي هذه السنة شارك أربع فرق واللي هي تعتبر الأكبر مشاركة لفرق الجزائرية فريق من جامعتنا جامعة حرحية عباس فريق من جامعة الحاج الخضر باتنا وفريق من جامعة من كلية طب مصطفى بن بول عيد باتنا ثاني وكذلك فريق من جامعة عمال فيجي الأغواط كذلك للمرة الثانية يشاركون هذه السنة في الحقيقة الحضور الجزائري قوي جداً هذه البطولة وإن دل ذلك على شيء فهو يدل على جدارة طلب الجزائريين يعني بأنهم تحصلوا على مقاعد في البطولة الدولية وأنا أذكر أنه بطولة الجامعة تصرى مرة كل سنتين لكن في بطولة المدارس بثاً اللي هي تكون بين الثانوية اللي هي سارة العام لفتة 2023 وكان كذلك فريق ثانوية متقن للقرف إذا ما اكتغلت في الاسم وهم ثانوية من ولاية بسكرة تحصل كذلك عن مرتبة ثانية دولياً لكن كعدد وكحضور هذه السنة كان حضور فريق جداً من الفرق الجزائري طيب هذه أكبر مشاركة هل انعكست أيضاً على الأداء حدثينا على النتائج المحققة أعتقد بأن فريق فرحة عباس تأهل الدور السادس عشر إن كان يعني عندي المعلومة الصحيحة صحيح هو طريق التنظيم البطولة أنه في البداية هو شارك أكثر من 100 فريق أو ما يقارب 100 فريق من أكثر من 50 دولة بالأحرى ففي البداية تم تقسيم المجموعة أو كان عبارة عن دور مجموعة كما في كورة القدم تقريباً يعني ويتأهل من دور مجموعة 16 فريق فالفرق الجزائرية كان صراحة كانت منافسة شريسة أو محتدمة وتقريباً كنا كنا ربحين نفس العدد من المناظرات لكن كان يفارق في النقاط هو لخلنا الفريق جامعة فرحة عباس تأهل الدور السادس فالحمد لله يعني كلاسينا المرتبة الثالثة عشر من 100 فريق فهذا إنجاز الجامعة يعني للأسف طلتم على المرتبة الثلتاعش على المرتبة الثلتاعش من 100 فريق من 100 فريق إنجاز ممتاز يعني برافو عليكم هنيئاً لهذه الرتبة المشرفة موسيقى